و جاءت مظاهرة الحادي عشر ديسمبر كما قال السيد الرئيس تعبيرا صادقا عنها في وقت كانت الثورة المجيدة على اعتاب بشائر النصري والانعتاق هذا وتحتضن ولاية تيات اليوم مرسم احياء ذكرى مظاهرات الحادي عشر ديسمبر ستين تسعمائة والف التي اشرف عليها وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدربيغة رفقة السلطات المحلية والمدنية والعسكرية حيث كانت البداية بوضع اكليل من الظهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على ارواح الشهداء الابرار وفي كلمة له بالمناسبة استذكر وزير المجاهدين التضحية الجسيمة للشعب الجزائري وصموده ضد جباروت الاحتلال الفرنسي متوقفا بالمناسبة عند التطورات الاليمة والوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غسة انما تحققه الجزائر اليوم من نتائج ايجابية على كل المستويات وكافة الاصعدة في ظل الظروف الدولية والاقليمية الراهنة تجسد نوعية الاستراتيجية المنتهجة والنظرة المتبصرة والارادة التي تحد القيادة العليا للبلاد للمضي بخطا ثابتة واكيدة لتجسيد مشروع التنمية المستدامة ايها الجمع الكريم نستذكر اليوم صمود الشعب الجزائري ضد جبروت الاحتلال ونحن نعيش بافئدتنا وقلوبنا التطورات الاليمة والوضع المأساوي الذي تعيشه فلسطيني الابية جراء العدوان الهمجي والجرائم البشعة والمجازر الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الشقيق